السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبابي طلاب الصف الرابع الابتداي معنا نمازج لامتحانات اللغة الإنجليزية لامتحان نوفمبر و ديسمبر دي بعض النمازج نموذج الأول read and fill in the gaps with words from the list معنا هنا كلمات juice lunch chicken delicious fruits هنكمل بهم القطع ديت هنقول I am hungry I want to have my طبعا هنا hungry يعني جعاني وبعايز إيه عايز my lunch الغداء I like to have not and rice but I like to have chicken chicken and rice the food is طبعا الطعام هنا علي وصف الطعام يبا هنقول the food is delicious نذيذ I love to بحب إيه أيضا طبعا بحب I love I love fruits بحب الفكهة I want to have water melon and drink some some juice بحب water melon لو البطيخ and drink and drink بحب أشرب juice العصير السؤال الثاني read and match some animals are scary بعض الحيوانات scary مخيفة but they are important دمياتي تشيز اللي هو الجبن الدمياتي is famous in دمياتا مشهور في دمياتا our heart heart اللي هو القلب طبعا pumps blood around our body بيدخ الدم حول الجسم farmers in mania farmers المزارعين في المانيا في محافظة المانيا طبعا grow sugar cane sugar cane اللي هو قصب السكر a plant is made of millions of cells طبعا النبات بيبقى مصنوع من of millions أو بيتكون من ملايين الخلايا السؤال الثالي to read and reorder to make sentences نرتب الكلمات ديت عشان نكون جملة طبعا بنبدأ بالحرف capital أكيد الكلمة اللي فيها حرف capital هي الأولى فهنقول the plant cell اللي هو الخلية النباتية is very small طبعا الصفة بتكون في النهاية وvery بتتخطى قبل الصفة ومش بعدها يبقى هنقول is very small هنا هنبدأ بذا يبقى هنقول the phoenix fox has big ears طبعا هنا الصفة قبل الاسم أذن كبيرة number three هنقول a snake هنبدأ بأ snake هنقول a snake is more dangerous أخطر من إيه بقى more dangerous than a fox وهنا صيغة التفضيل طبعا صيغة التفضيل للصفات الطويلة بنحط more قبل الصفة ونحط بعدها than لأنه dangerous من الصفات الطويلة اللي long adjective exercise four أو السؤال الرابع بيولي look and write a sentence هنكتب جملة هنا مثلا هنقول ممكن نقول this is an eagle أو نقول the eagle has a strong beak هنا شخص بيجلي ممكن نقول he is running أو ممكن نقول running is good for your body أو is useful الجاري مفيد أو الجاري كويس جدا للجس النموذج الثاني يا احباب read and choose the correct answer from a b or c number one we eat breakfast بنفتر in the morning اكيد nada loves fruits and vegetables بتحب الفواكه والخضروات يبا هي she is اكيد healthy صحية number three we have two لدينا ايه منه اثنين they help us to breathe يساعدنا على ان احنا نتنفس يبقى اكيد two lungs رئتين our house is very old المنزل قديم جدا we want to we want to eat we want to repent رئتين يعني يعيد الطلاق ايه فعل نحط له r-e قبله يبقى معناه do this verb again نعيد عمل الفعل ده مرة تانية يبقى repent يعيد الطلاق read يعيد العمل read يعيد القراءة number five we use that بنستخدم ايه to make things bigger عشان نكبر الاشياء خليها اكبر يبقى microscope السؤال التاني بيقول read and reorder to mix intensity هنا بيحط لي خط تحت الكلمة عشان يسهل شوية يبقى حنبدأ بالكلمة اللي تحتها خط ما حطش خط تحت الكلمة يبقى نبدأ بالكلمة اللي بدأ بكابيتال هنا spider بدأ بالكابيتال تحتها خط يبقى حنبدأ بيها هنقول spiders بعدها الفعل eat insects يعني spiders بيأكل insects اللي الحشرات number two how big هنقول how big وبعدها الفعل اللي هو is يبقى how big is the flower number three هنبدأ به هنقول he بعدها الفعل repainted his house number four هنبدأ به هنقول we بعدها الفعل raised chickens in Egypt last one a mouse a mouse is بالفعل is على طول بعد كده مقارنة هنقول smaller than an elephant السؤال الثالث يعطي لي سورتينه بيقول لي أول سؤال can it fly طبعا بيطير هو يبقى هنقول yes it can طب what's this هنقول it's a sunflower or this is a sunflower اخر اخر سؤال بنكتويت the following sentence واذا نعمل اسئلة بيقول لك اعمل بنكتويت 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 يعني نشوف الحرف في بداية الجملة وفي النهاية الجملة نحط اعلامة استفهام او ممكن نحط اللي هي علامة التعجب طبعا هنا الجملة ديت دي جملة ما فيهاش سؤالي هنبدأ بحرف اللي ايه نخليها وفي الاخر نحط طبعا الحرف اللي بنعمله او التغيير اللي بنغيره نحط تحته خط كده عشان آآ نوضح لللي بيصحح ان انا غيرت هنا او عدلت في المكان ده مش شرط بس يعني يبقى يفضل ان انت تحط خط تحت التعديل اللي انت اعمل النموذج الثالث سؤال اول read and fill in the gaps with words from the list برضو هعطي لي هنا مجموعة من الكلمات small wings, noisy peaks and amazing بيقول استخدم الكلمات دي نكمل بيوم القطع I like birds a lot بحب الطيور كثيرا جدا I see them everyday بشوفهم يوميا كل يوم they have to fly لديهم طبعا لديهم وينجس يبقى هنستخدم اول كلمة هنا وينجس عشان الليل اجنحة عشان يبيتي روبي they are طبعا they are هنا عايزين سفة هم amazing يعني بيكونوا مذهلين او مذهشين birds have لديهم and tails وذيول يبقى لديهم beaks منقار وذيل او مناقير some birds are big and others are بعضهم بيكون كبير والاخر يبقى اكيد عكس big small بعضهم بيكون noisy كثير الضوضاء السؤال الثاني read and check true or false هنا قطعة صغيرة كده ويقول لي هنا بعد ما نقرأ نقرأ الجمل ديت ونشوف هي true ولا false صح ولا خطر يقول لي the elephant is a big animal the elephant big animal it has a long nose and big ears it has a long nose and big ears لديه long nose and big ears واذن كبيرة elephants need to live in very large areas بيحتاج لانه يعيش في اماكن areas يعني اماكن كبيرة because they eat and drink so much انهم بيأكلوا وبيشربوا كتير they eat grass and leaves وبيأكلوا من العشق وليفز الليه اوراق الشجرة اول سؤال بيقول لي elephants have small ears هل لهم small ears؟ طبعا غلط لان هنا بيقول لي big ears لهم اذن كبيرة يبا هنا هنعمل علامة صحة عند كلمة false لان الجملة دي خطأ يبا نعمل علامة الصحة هنا عند false لو مش حطتلي true false هنا بنحط انا خطأ الجملة خطأ اما هو حطتلي true false فانا بنروح نعلم عند false the elephant is a big animal طبعا هو فعلا حيوان كبير نعمل علامة الصحة هنا عند true طيب لديه short nose لأ طبعا ده لديه long nose يبا هنا حطت علامة صحة عند false elephants live large in large areas طبعا بيعيشوا في اماكن كبيرة large هنا معناها big يبقى الجملة صحيحة elephants eat meat بيأكل meat اللحوم طبعا خطأ بيأكل grass and leaves يبقى خطأ عندنا ثلاث جملة خطأ وعندنا جملتين صحة الصحة السؤال الثالث read and reorder to mix intenses هنرتب هنا هنا بقى مش هطتلي خط تحت الكلمة اللي هنبدأ بيها فانا هنشوف الكلمة اللي بدأ بحرف capital هنا we يبا هنبدأ بwe وبعد كده الفعل true يعني ينضغ we true food with our teeth بننضغ الطعام with our teeth بيأسنانا طبعا هنا هنبدأ أبلكن هنقول أبلكن والفعل بعدها has strong clause لديه strong clause مخالب قوية السؤال الرابع look and write a sentence هنكتب جملة على ديت هنا مثلا ممكن نقول this is a tree ممكن نقول the tree has a lot of fruits أي جملة مناسبة تبقى صحيح هنا ممكن نقول they are eating ممكن نقول I like eating healthy food ممكن نقول the mom the mom is feeding the baby بتأكل الطفل وممكن نقول I like eating healthy food بحب أكل الطعام الصحي أي جملة مقبولة صحيحة تعتبر صح هنا بنكتويشن برضو يبقى أول حرف هنا بدأ بواطي يبقى أكيد ده سؤال أول حرف نخليه capital وفي الآخر نحط علامة استفهام question mark طبعا لو في أسماء أشخاص واللي هيا بنخليها capital برضو يعني أحمد مونة علي بل أسماء دي دايما أسماء الأشخاص نخليها أول حرف capital لو عندي اسم مدينة أو بلد برضو بيكون capital النموذج النموذج الرابع سؤال أول المزارع بيزرع والبصل اللي بيتزرع في دولة أكيد الطوميتو طيب دي لسه جايقة في نموذج قبل كده ننضغ الطعام طبعا تيث بالأسناء my friend has a burn صديقي عنده burn حريق أو حرق في يده أو شيء فنقول hold hold her hand هنا my friend صديقي أو صديقتي has a burn لديه حرق يبقى hold her hand under يعني خليه يضع يده تحت الماء أكيد الماء البارد نحطه تحت الماء البارد camels are than horses الكاملز الجمال بتكون ايه بالنسبة للحصان they are about 2 متر يبقى تقريبا 2 متر يبقى هنا بيقارن في الطول يبقى طولر طبعا كلهم مقارنة طولر أطول اخترنا طولر لان هنا طبعا بيتكلم على الطول الخليل النباتية is very we use a microscope to see نستخدم المايكروسكوب عشان نشوفها يبقى is very small صغيرة عشان كده بنستخدم المايكروسكوب السؤال الثاني read and check true or false برضو كده نقرأ القطعة ونستخدم نحط علامة صحة عن true نحط علامة صحة عن false اللي هي خطر طيب i am noor my mom's birthday is tomorrow my sister my brother and i my sister my sister واخوية وأنا wanted to make her a cake we add flour milk sugar and egg طبعا نضيفنا flour the egg والملك الحليب والشجر السكر and egg والبيض it is delicious العزيزة we stir with well and bake for 20 minutes stir يعني يقلب اللي بناها كويس وباك وخبزناها لمدة 20 دقيقة أول سؤال the children make dad a cake طبعا مش dad هما بيعملوا الكيك لمام يبقى الجملة ديت خطأ يبقى نحط علامة صحة عن false the children add four things to make a cake ضفوا أربع أشياء add يعني يضيف ضفوا أربع أشياء to make a cake طبعا نشوف هنا flour, milk, sugar and egg فعلا أربعة one, two, three, four يبقى الجملة صحيحة يبقى نحط خط عند true his mom's birthday is tomorrow طبعا دي موجودة في تاني جملة my mom's birthday is tomorrow يبقى الجملة صحيحة five children make the cake طبعا هنا مش خمس أطفال اللي عملهم الكيك طبعا هنا نركز في الأسئلة دي ان مش موجودة مباشرة في القطع ولكن بيقول هنا my sister, my brother and a ثلاثة بس يبقى الجملة خطأ the cake is delicious طبعا دي مباشرة هنا it is delicious يبقى فعلا لذيذة يبقى true يبقى عندنا ثلاثة جمل صحاح و جملتين خطأ السؤال الثالث read and reorder to mix intense هنا أعطي لي خط تحت الجملة نبدأ ب we يبقى هنقول we raise raise يعني يربي هنا معناها يربي chicken in Egypt طيب الجملة الثانية crocodiles يعني نبدأ ب crocodiles وبعدها الفعل اللي هو are يبقى هنقول crocodiles are و بعد كده dangerous الصفة الاول وبعد كده حيوانات خطيرة يبقى نبدأ الاول بالصفة dangerous طيب هنا هنبدأ where اين يبقى هنقول where do you live طيب دايما دوب تجي بعد كلمة الاستفهام where do you live السؤال الرابع look and write the sentence هنكتب جملة هنا ممكن نقول he is drinking وممكن نقول the boy is drinking water طيب الجملة الثانية ممكن نقول this is a camel وممكن نقول the camel lives in the desert هاي جملة مناسبة اعتبرها صحة